أيضا مشاهدين الحديث عن آخر التطورات السياسية وزيارة وفد الإطار لأربيل بالتزامن مع تحديد المحكمة الاتحادية موعدا لحسم دعوى الإطار ينضم معنا أستاذ الإعلام الدكتور غالب الدعمي مساء الخير ومرحبا بك معنا هناك تحركات سياسية يقودها الإطار بالتوجه إلى أربيل كيف ترى ذلك خصوصا أن هذه التفاهمة تكون بعيدة عن التيار شكرا جزيلا بعدما حسم الإطار التنسيقي وارتفع عدد نوابه ربما هناك تحالف لم يعلن عبر الفضاء عبر الفضائيات مع عزم بالتالي كون عدد بحوالي 100 نائب الآن وفق هذه المعادلة وفق هذه الرؤية بدأ يتوجه باتجاه تشكيل حكومة عراقية بالتفاوض مع الجهات الأخرى وهذا الكلام قلناها سابقا أن الإطار التنسيقي ليس مهم لديه ما يجري في المحكمة الاتحادية بقدر ما المهم أن يكون هو صاحب المبادرة في تشكيل الحكومة العراقية وهو أيضا لا يرفض مشاركة التيار الصدري في الحكومة ولكن بشروط الإطار وليس بشروط التيار الصدري وعلى الرغم أن هذه المئة مقعد قد لا تكون كافية لأن يكون الأول أو الكتلة النيابية الأولى في البرلمان ولكن إذا انضم تقدم إلى تكتل عزم مع اتلاف مع الإطار التنسيقي أكيد ستكون الكتلة البرلمانية الأكبر التي تتكلف بالبرلمان ولكن هناك ترجيحات بأن سيد الحلبوس لن يمضي في إكمال الاتفاق مع تقدم باتجاه الإطار ما لم يضمن أن يكون هو رئيسا للبرلمان ويحصل على ضمانات قوية وهذه الضمانات غير موجودة في الإطار التنسيقي وبالتالي هنا المشهد يكون أكثر تعقيدا ولو جاء سيد الحلبوسي مع سيد مقتدى الصدر فإن الأغلبية هنا ستكون كتلة برلمانية الأكبر في الجلسة الأولى هي للتيار الصدري مع تقدم وهنا أيضا كما ذكرت لك ستكون التنافس كبير وربما يجعل هذه الوفود تتحرك باتجاهات في كردستان في اتجاه السنة وقد تم تقسيم ثلاث وفود وفد يذهب للحنانة وفد يذهب إلى أربيل وفد آخر يذهب إلى تقدم برئاسة الشيخ قيس الخزعلي ويبدو من تصريحات عضو اعتلاف القانون أن سيد مقتدى الصدر ما زال يضع فيتو على استقبال سيد مقتدى الصدر في النجف وهذا أيضا يعقد المشهد وربما يجعل المواقف تبتعد بين التيار والإطار نعم أنت تقصد الفيتو للسيد المالكي على سيد المالكي تحديدا على السيد المالكي هناك فيتو من التيار الصدري أو من السيد مقتدى الصدر وإلا لماذا صرح السيد النوري في هذا الشأن بين أن الإتلاف القانون لا يحبذ أن يكون هناك فيتو على فعالية من فعالياته ويذهب بشكل كامل متكامل ولا يذهب بشكل يعني على شكل فعاليات منفردة لتجتمع مع السيد الصدر هل هناك تخوف من قبل الإطار على تحالف السيد الصدر مع السيد الحلبوسي؟ هناك قلق كبير وهذا القلق يجعلهم لربما يتنازل ويرفع اللاءات التي يضعوها على السيد الحلبوسي في شأن تشكيل الحكومة المقبلة لكن بثقديري أن موقف الإطار التنسيقي في التجديد للسيد الحلبوسي وتماما يتناقض ولا يتفق مع ما تبناه الإطار التنسيقي حتى قبل الانتخابات فهم يقولوا لا ولا ولا للرئاسات الثلاث لا للحلبوسي ولا للسيد الكاظمي ولا السيد برهم صالح وهذه اللاءات تعقد المشهد وتقلل فرص حصول الإطار على تشكيل الحكومة المقبلة فالكرد إذا اتفقوا أن يكون السيد برهم صالح رئيسا للجمهورية ما شأن الشيعة وما شأن الإطار وما شأن السنة وذا اتفق السنة أن يكون السيد الحلبوس رئيسا للبرمان ما شأن الكتل الأخرى كما أن الشيعة لا اتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء سين أو صاد ما شأن الكرد والسنة لا بد احترام اختيارات المكونات الأخرى الإطار التنسيقي يدب باتجاه حكومة توافقية ويريد إشراك الثيار الصدري في ماذا صارت الأمور باتجاهها بمعنى إذا تم تكلفة بتشكيل الحكومة ولكن الرؤية الشعبية غير هذا الشعب لا يريد حكومة توافقية يعني فيها مراضات وفيها تقسيم المغانم وتقسيم الحقوق وتقسيم الوزارات هذا ليس في صالح الحكومة بالتالي تبقى الحكومة ضعيفة هشة في حين ذا تم تشكيل حكومة موالات حكومة فضل وحكومة تدير الأمور بالتالي تكون هناك تقويم على إداءة الحكومة حينما تكون كتلة قوية هذه رغبة الجماهير رغبة الناس رغبة المجتمع رغبة الرئي العام أن الحكومة العراقية لا بد أن تكون أغلبية سياسية وليس توافقية كما يدعي لها الإطار التنسيقي وربما الكرد والسنة أيضا طيب إذا كان قرار المحكمة في حال تم حسمها لصالح الإطار إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على الحوارات السياسية والتفاهمات وأيضا تشكيل الحكومة المحكمة الاتحادية وفق ما فهمناه اليوم ومن ما طرح في المحكمة هذه الجلسة والسابقة أن الشكوى أو الدعوة المقدمة بلغاء الانتخابات والمحكمة لا تنظر بغير ما قدمه كدعوة المدعي وهنا لن تنغل المحكمة الانتخابات مطلقا قضية لغاء الانتخابات ليس في الحساب لكن الشيء الآخر اليوم واللي شاهدناه من السيد هذا العامري طلب إجراء عدد وفرز لأربعة مراكز انتخابية عشوائية اللي هي تتعلق ضمن مراكز انتخابية ضمن الجهاز الذي يدعون فيه أهدته السيدة بلاس خارد المفاوضيه هنا الشك في هذا المجال هنا المحكمة يبقى لها التقدير لا استطيع أن يقول ماذا هل ترد الدعوة أو لا ولكن بتقديري أن القرار الذي سيصدر هكذا من معرفتنا بهذه المحكمة الدستورية لا بد أن يصدر القرار لن يعترض عليه الجميع ولن يستطيع أحد أن يعترض عليه سواء باختيار بعض المراكز أو في رد الدعوة أنا شخصيا أرجح رد الدعوة اللي يتعلق بإلغاء الانتخابات وهناك أيضا هي أكثر من دعوة كما يبدو كما ردت اليوم بعض الدعاوة على عدم شرعية الحل المشروط لمجلس النواب نعم طيب يعني يوم وأمس كانت هناك تصريحات سربت حول الاجتماع لعقد في منزل السيد العامري بأن الصدر هو أعطى مهلة للإطار مدة 45 يوم على أن تشكل هي الحكومة ويذهب هو إلى المعارضة أود أن أسألك بداية هل سيتنازل الصدر في حالة ما الإطار يشكل الحكومة يتنازل الصدر عن استحقاقه الانتخابي وأيضا نحن شهدنا منذ 2003 وإلى اليوم هي حكومة توافقية هل ستنجح الحكومة الأغلبية وهل يعني في حال أنه بقي الصدر معارضة برايك أنه هل من الممكن أن تنجح وينجح الإطار بتشكيل الحكومة تكون معارضتها الصدر يعني هي الأسلة متعددة اسمحي لي أن أجيب عليها بالتسلسل فيما يخص الحكومة الأغلبية هي أفضل من التوافقية السيد المقدس الصدر قال صراحة أما أن أكون في أغلبية أو أكون في أغلبية معارضة أو أغلبية إدارة حكومة تشكيل حكومة وهذا القرار حينما هو يذهب إلى المعارضة هو هذا بمحض إرادته ولكن الحكومة ستكون هشة والجهات السياسية لا تريد حكومة هناك من يرفضها وبالتالي تكون عرض للسقوط والانتهاء الحكومات العراقية السابقة الحقيقة هي حكومة تراضي وهذه الوزارات تفعل ما تشاء وتقدم مغانمها لجهاتها السياسية والجهة الثانية أيضا تلتهي في مغانمها في وزاراتها وبالتالي الكل يأكل في سفرة العراق بالباطل وبطرق غير صحيحة ويتحمل المسؤولية الشعب العراقي دعوة السيد مقدس الصدر في شأن تشكيل حكومة أغلبية حققت رواج وقبول شعبي كبير حقيقة قولة على مستوى الكرد والسنة والشيعة لكن هي مرفوضة سنيا شيعيا كرديا ليس من جهة الكتل السياسية وليس أقصد هنا شيعين الجمهور لا الكتل السياسية تريد أن تكون الحكومة العراقية حكومة توافقية والنقطة المهمة بين التيار اللي هي المازالة تجعل الفجوة عميقة وتتوسع يوما بعد آخر بين الإطار والتيار الإطار التنسيق يريد أن هو يختار رئيس الوزراء ويكون منه رئيس الوزراء ولا بأس أن يشرك تار الصدري في رؤية معينة في شخصية رئيس الوزراء التار الصدري يريد هو أن يكون رئيس الوزراء منه باعتبار الكتلة الفائزة وأيضا وإذا لم يكن من فستات الإصلاح من أعضاء التار الصدري يقبل برئيس وزراء توافقي يعني يكون الخيار فيه للتار الصدري الأكبر هنا الخلاف يتعمق أنا ليس لدي وقت لكن فقط أود أن أسألك هل سيتم تحريك الشارع في حال تم تشكيل من هذه الكتلة التي تتحدث عنها الشيعية والكردية والسونية التي تريد حكومة توافقية هل سيتم تحريك الشارع للقبول بالحكومة أغلبية؟ شوفوا هنا حتى نكون دقيقين مباطعين الجمهور الآن مستعد للظهور الخروج بمظاهرات لكن ليس الآن بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر التار الصدري إذا لم يشترك بالحكومة سيخرج بجمهوره وسيقف معه الجمهور المواطن العراقي الذي لا يحصل على الخدمات وأنا على يقين هذا السنة الكهرباء ستمر بأزمة كبيرة جدا وبالتالي ستكون مناسبة لخروج آلاف أو مئات الآلاف من المتظاهرين يتوافقون مع التار الصدري في الهدف وليس في التفاصيل الدقيقة لذلك من هذه النقطة يذهب الكل الإطار والسنة والكرد إلى أنه يتجنب بقاء السيد الصدر خارج الحكومة وتفق نقطة مهمة جدا نفتقى أن السيد الحلبوس إذا لم يحصل على رئيسة البرلمان سيتفق مع التار الصدري انضم معنا وستاذ في علامة جامعة أهل البيت سيدة دكتور غالب الدعمي شكرا لكم معنا شكرا لك